العنوين اللي حضرتك هتلاقيها النهاردة في الفيديو هم دول العنوين النهاردة العنوان الرئيسي للفيديو او آآ النصايح وخدع كهربية هنتكلم عن الدايرة المغلقة الدايرة المفتوحة معنى خفاض الولد معنى او الشاسي مع ايه هي الادوات اللي احنا بنبتدي نستخدمها في التشخيص وبنبتدي نعمل مع بعض علمك ازاي تعمل او حضرتك ازاي تتتبع الاعطال والمشاكل الكهربية وهعرفك على الملبوس او بما يسمى لأول مرة هنتكلم عليه في حلقة النهاردة آآ جميل جدا خلينا بقى آآ آآ اكلمك على العنوين اللي احنا قلنا هنتكلم عليها دي عن طريق اللي انا بعرفك بالاخر الموجود قدامك ده اللي هو الريلي جميل آآ حلقة النهاردة عن الريلي وفي نفس الوقت آآ التركيز مش كامل على الريلي تمام انا هبتدي اعمل اتاك آآ وابتدي اهاجم دايرة الريلي وافهمها وفي النص بقى بنبتدي بقى نتعلم كهرباء مع بعض الاثناشر فولت اللي انخفاض الكهرباء الدايرة المقفولة الدايرة المفتوحة عن طريق الريلي جميل الريلي آآ دوره ووظيفته والفانكشن بتاعته ان هو لو في عندي دايرة فيها حمل كهرابي عالي تمام وليكن مروحة او ترومبة بنزين بتسحب طيار عالي وفيها حمل عالي ببتدي حط الريلي دا في الدايرة بتاع السيسم دا وفي النظام دا عشان اقلل آآ الحمل اللي على الدايرة دا اول فانكشن واول دور ليه تاني دور اللي انا ممكن اخد من الاوتبوت بتاعه والمخرج الكهرابي بتاعه توزيع على كزا نظام اودي على الترومبة اودي على الرشاشات اودي على المباين من نفس الاوتبوت بعمل توزيعة فبالتالي بقلل عدد الاسلاك في العربية آآ وبقلل طبعا الزي ما احنا قلنا الحمل آآ الكهرابي في العربية آآ جميل جدا الانواع الريلي اللي في السوق الانواع يعني الظاهرية كده والكفيزيكس يعني تمام اللي انت عندك الفيزيك يلي يعني اللي عندك اربع رجول تمام وعندنا خمس رجول تمام آآ فور بنز وفايف بنز والاشكال زي ما انت شايف بتختلف طبعا من على حسب الشركة المصنعة آآ للريلي جميل جدا الرلي آآ مهما كان عدد رجوله ومهما كان عدد ايدي احنا ما يهمناش هو واحد ونظام داخلي وكهرابي واحد السيركت دايجرام واحدة جميل بس اهم حاجة تفهم السيركت ديزاين بتعريلي الاساس بتاعه بتبقى نصين نص هنقسمها دلوقتي نص يمين ونص شمال النص الشمال ده بيسمى بالكنترول صايد والنص ده بيسمى باللود صايد اصحى معايا وركز لان الفيديو هيبتدي الرتم بتاعه يسرع بيسرع معانا والمعلومات هتبتدي تكتر هتلاقي في نص الفيديو المعلومات عليك تاك 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 فحاول تجاريني جميل نص الاولاني الكنترول صايد ليه اتسمى بالكنترول صايد هقولك بس خلينا نقول نشوف البنات اللي عليه والكهرباء الكنترول صايد ده بيبقى عبارة عن طرفين جميل البنة الاولى والبنة التانية وما بينهم بيبقى فيه كويلات تمام والكويلات دي ملفوفة حوالين حقل مغناطيسي حلو الكلام ده تكلمنا عنه في فيديو سمامات الكهرباء السلونويدز يعني لو انا عملت ايدي كده تمام النص ده اعتبر السلونويد ولا لأ سلونويد ادي مغناطيس وكويلات وحدخلوا كهرباء من احد الاطراف اتناشر فولت وشاسيه وابتدي اولد هنا في المنطقة دي حقل مغناطيسي جميل فالكنترول صايد بيبع عبارة عن طرفين بدخل في طرف فيهم اتناشر فولت والطرف التاني اا شاسيه او العكس بدخل من فوق وبدخل من الطرف المهم ولانا يكون عندي اتناشر وشاسيه على الطرفين مكانهم بقى فين معكسين مقلوبين فوق او تحت انا مليش دعوة المهم اتناشر وشاسي? ليه? عشان اعمل حاجة اسمها او الدايرة المغلقة. ولما بعمل دايرة مغلقة بيبتدي يتولد عندي طيار كهرابي وهو ده اللي انا عايزه. اول ما يتولد طيار كهرابي يتولد حقل مغناطيسي عند المجنة ده وعند المغناطيس ده. ويبتدي يعمل التأثير بتاعه. وينقلو للنحية بتاعة الحمل. نحية الحمل بقى جوا في الرلي هنا بيبقى فيه زي مفتاح. تمام? اول ما يتولد حقل مغناطيسي بمرور الطيار. يبتدي المفتاح ده يقفل. تمام? يبتدي المفتاح يقفل زي ما انت شايف كده. ويبتدي الدايرة دي عبارة عن اتناشر فولت متاخدة من البطارية. يبتدي الفولت والطيار ويتحرك اول ما يقفل ويطلع من البنة دي ومن الرجل دي اللي هي بتسمى بالاوتبوت او المخرج. جميل? يبتدي اللي اتناشر فولت يروح على الحمل اللي انا عايز اشغله وليكن مثلا المروحة. تمام? بدخل عليه هنا اتناشر فولت والمروحة بتبقى متوسلة من ناحية التانية بالجراوند. حققت على المروحة المعادلة والكونديشنز الاساسية عشان تشتغل اتناشر وارضي يعني يعني الحملة هيشتغل والريلي قام بدوره بتعاون النصين نص الكونترول سايد ونص اللوت سايد. جميل? فهمنا الدايرة ماشي ازاي? جميل طب اه باشا قول لي بقى انواع الرلي ايه? احنا عارفنا اه اربع رجول خمس رجول اه كنترول سايد لوت سايد تمام. انواع الرلي بقى كهربيا زي السمامات والسلونويدز بالزبط. نفس الانواع. عندنا نوعين. زي ما انا كاتب كده. نيجاتف كنترولد ريلي. وعندنا بوستف كنترولد ريلي. ايه الفرق ما بينهم? واضح او من الاسم يعني انا مش محتاج اقولك. نيجاتف كنترولد يعني ببتدى اتحكم في السايد ده عن طريق تحكمي بطرف النيجاتف وطرف الشاسي والجراوند واللي بيقوم بالتحكم هو الاسيو او الكنترول والكمبيوتر بتاع العربية. جميل? لو انا عايز امد الدايرة دي بطيار جميل? بمدها من فوق هنا باثناشر فولت. جاي من البطارية جاي مع مفتاح الكونتاك المهمة جاية اتناشر فولت. وعشان اعمل طيار لازم الكنترول جواه هنا بيبقى فيه زي اه 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 او سويتش داخلي. لو عايز افعل الدايرة. بابتدى اقفل الترانزيستور ده والسويتش ده. وامد الدايرة بالجراوند. وبالتالي بابتدى اخد التأثير والحقل المغناطيسي والسويتش يقفل. وابتدى اشغل اللود بتاعه على النص التاني. ولذلك سميت بالنيجاتف كنترول عشان بتحكم في طرف النيجاتف عشان اشغل الرلي. تمام? في ناحية اللود واحد. مفيش اي اختلاف عن النيجاتف. بس البوستف هنا من اسمه بوستف كنترول دي يعني بتحكم بالطرف الموجب اللي اتناشر فولت بيبتدي يقفل الترانزيستور. يدي اللي اتناشر فولت للدايرة. والدايرة من فوق هنا بتبقى موجود سابت جراوند شاسيه. ولذلك احقق الطرفين موجب وسالب اخليها اخد التأثير حقل مغناطيسي. السويتش يقفل اللي اتناشر فولت يعد يروح لللود او المروحة. يشغلوا المروحة والدنيا تبقى زي الفول لنوعين. نيجاتف كنترولد وبوستف كنترولد. ركز معايا لان انواع مهمة اوي 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 في تشخيص الاعطال الكهربية. تمام? حلو. خلينا بقى ندخل انا راجل جات لي مشكلة ان المروحة مش شغالة. اللود تمام? هو مسلا المروحة. عندي مشكلة في المروحة. طب مع حضرتك عشان تعرف المشكلة فين? اولى خطوات التشخيص الكهرابي هو معرفتك بانواع اه الدوائر الكهربية. تمام? وما هو الفولت المتوقع على كل نقطة في السلك اللي انت بتختبره وفي الدايرة اللي حضرتك بتختبرها. وهعلمك تعمل الكلام ده ازاي? تمام? انا دلوقتي عندي جميل? تعالي كده ايه ندخل على الورقة دي سورة. انا دلوقتي ده ريلي راكب. تمام? ده ريلي اهو. تمام? انا رسمه وراكب. بس انا دلوقتي بتكلم على نوع النيجاتف كنترول دي ريلي. جميل? هقول لك هنعمل في ايه في اخر الفيديو. بس ركز معي. انا ده ريلي اهو راكب. وانا عايز اشخص مشكلة واشوف المشكلة. اول حاجة عشان ابتدي اعمل مشكلة لازم اعمل اتاك وهاجم الدايرة واعرفها واجيب تفاصيلها واجيب اسم جدها. تمام? بطلع الريلي من مكانه. تمام? اول ما طلع الريلي من مكانه بقلب ع الصفحة دي. دي علبة الفيوزات. انا طلعت الريلي اهو. ركبت الريلي هي الصفحة دي. فكت الريلي الصفحة دي. جميل. اول حاجة بعمل ايدنتفيكيشن للريلي. يعني ايه ايدنتفيكيشن للريلي? يعني انا دلوقتي عندي اربع بنات. انهي بنتين فيهم الكنترول سايد. وانهي بنتين فيهم اللوت سايد. حضرتك واقف في الصحراء. ولا معاك خريطة كهرباء ولا معاك ولا معاك ولا معاك ولا معاك صاحب ولا معاك ساحب. تمام? انت لوحدك. وعيش وخش انت ودماغك وانت وفهمك ولازم تحل المشكلة. تمام? ابتدي اعمل الاول للريلي قبل ما اعمل للسركة نفسها وللاسلاك والكهرباء. جميل? ببتدي ازبط بتاعي على المقاومة. جميل? وابتدي اتحرك عشوائي على البنات دي. انا ما عرفش. لحد ما لاقي في مقاومة. تمام? ببتدي اتحرك عشوائي. ما بين كل بنا وبنا. هنا مفيش اي حاجة. اريا. او ال دي يعني اوبل لوب. يعني ليس هناك اتصال ما بين الطرفين اللي حضرتك عمال تختبر ما بينهم. شايف? اول دي البنا دي. اهو برضو او ال. اول ما روحت على البنا دي والبنا دي. في مقاومة اربعة وستين واربعة من عسرة قوم. اي ان هناك اتصال ما بين البنتين دول. اي ان البنتين دول هما الكنترول صيد. اه طيب انا في احد الاصدقاء يعني علق في الكومنس على الصور اللي هي قبل الفيديو. واضف معلومة حلوة جدا. وحبينا اللي هنحطها في الفيديو. ان لو شكل الرلي كده. اه البنتين اللي هما عمودي على بعض. هما دول اه بيبقوا اللود صيد. والبنتين اللي هما موازين لبعض. بيبقوا هما دول اه الكنترول صيد. فدي حاجة هتساعدك كتير جدا اللي انت تعمل بسرعة. ولكن في بعض رليهات طبعا الشكل بتاعها ما ببقاش عامل كده. بيبقوا كلهم اه موازين لبعض. تمام? هما دول الكنترول صيد. تمام? عرفت ان دول الكنترول صيد. وبالتالي اللي اتنين دول هما اللود صيد. اول حاجة عملت اتاك وهاجمت الرلي وعملت ايدنتفيكيشن ليه. هخليك تعمل ايدنتفيكيشن كامل دلوقتي. تمام? حلو او الكلام ده. عملت ايدنتفيكيشن للريلي. ببتدي اجيب الرلي. اه بس حاجة عالسريعة كده هو انت تقول لي هو يشمعنا يعني البنتين دول اللي فيه بينهم مقاومة. حضرتك انت شايف هو البنتين دول بتاع الكنترول فيما بينهم سلونويد وفيما بينهم كويلات. لو حطيت الام متر بتاعك هنا هيقرأ مقاومة. لكن البنة دي مع البنة دي مفيش حاجة. البنة دي مع البنة دي مفيش حاجة. البنة دي مع البنة دي مفيش حاجة. الاتنين الواحدين اللي فيما بينهم مقاومة هما الكنترول صيد. جميل. عملت ايدنتفيكيشن الريلي. بجيب الريلي كده زي الباشا. تمام? وابتدي احطه في العربية. بس من بره ما تركبهوش. تمام? بس وانت بتحطه. انت عرفت اني بنتين هم بتوع الكونترول. واني بنتين بتوع اللود. انا عرفت دي ودي كنترول ودي ودي لود. بحطهم كده اهو. وببتدي اكتب على علبة الفيوزيات كل ده بعملوه في دماغي. السحابة بتطلع فوق دماغي وبكتب الكلام ده كله. بكتب البنة دي. اللي في علبة الفيوزيات دي كنترول. واللقصادها دي كنترول. لان انا عملتها ايدنتفيكيشن للريلي وهو برا. والبنتين دول لود. والبنتين دول. والبنتين دول. والبنة دي لود. حلو. تاني ايدنتفيكيشن لازم اعمله. ايه الطيب? وايه النوع بتاع الرلي ده? هو ده بوسط في كنترول دي ريلي ولا نيجيتف كنترول دي ريلي. بسوالي يا عمه ما تدوشنيش. هو انا عايزة اعرف نوعه ليه? هو حضرتك هتعمل اصلا تشخيص الكهرابي ازاي زك انت مش عارف النوع. يعني انت دلوقتي هتجي تقيس فولت في منطقة ما. طب هل الفولت ده المفروض يبقى موجود هنا ولا لا? تقول لي ما اعرفش. طب طالما ما ما تعرفش هتعمل تشخيص ازاي. ما انت لازم تعرف الاول الدايرة عاملة ازاي عشان لما تقيس الفولت الرقم اللي يطلع معاك ده تقول فعلا البنة دي المفروض يكون عندها الفولت ده لان الدايرة دي نوعها كزا والنوع الكزا ده لازم الفولت فيه ده فيه بقى كزا انا عارف اصلا الفولت فيه كامل. تمام? اركز معي وصحة. هبتدي اا اا اعمل ايدنتفيكيشن هل هو بوستف ولا هو نيجاتف. ازاي? بتجيب الافو متر بتاعي. تمام يا معلم? طرفين? الطرف ده ده الاسود بحطه على طرف البطارية السالب. واظبط الافو متر بتاعي على الفولت على العشرين فولت. عشان انا دلوقتي هبتدي اقرى فولت على الافو متر. جميل? حلو. انا عرفت ان البنتين دول تمام? البنتين دول كنترول. تعال بقى رجعك للصفحة دي. تمام? الصفحتين دول. شايف? دي نيجاتف كنترول دا سيستم او ريلي. وده الكنترول سايد. في طرف فيهم ثابت على طول اتناشر. والطرف ده بيبقى نيجاتف بس لما الكنترول يقفل السويتش. يعني في نوع النيجاتف كنترول سلونويد هتلاقي فيه طرف اتناشر. تمام? حلو. ونوع البوست في كنترول دي سلونويد هتلاقي فيه طرف فيهم جراوند او شاسي. تمام? مفيش اتناشر فيه. جميل. بابتدى روح واتحرك. انا عارف ان دول الكنترول. بس مش عارف انهي واحدة فيهم. او عايز اعرف بقى دي اصلا انهي نوع. بابتدى اتحرك. قريت هنا اتناشر فولت. الله اكبر خلاص وصلت. تمام? اول ما قريت اتناشر فولت على احد بنات الكنترول. يبقى انا عرفت ان الريلي ده نوعه نيجاتيب كنترول دي ريلي. ثابت عنده اتناشر فولت من فوق جاي من البطارية. والطرف التاني اللي انا عارف ان ده كنترول. هو ده اللي رايح للإي سي يو. والكنترول بيبتدي يعمله اكتيفاشن. وتفعيل ان هو يمده بطرف الجراوند او الشاسي. عملت. تاني حاجة ايدنتفيكيشن تفصيلي. لطرفين الكنترول. وانا ماسك الريلي اهو. تمام. عرفت ان البنة اللي فوق دي هي دي اللي جاية من البطارية. والبنة اللي تحت دي دخلة في العلبة الفيوزات. وطلع من العلبة الفيوزات سلك رايح للإي سي يو الكنترول. كل ده هختبر الكهرباء بتاعته. بس الاول لازم اعرف اعمل ايدنتفيكيشن للسيركت اصلا. تمام? عملت ايدنتفيكيشن للكنترول سايد. ببتدي اعمل ايدنتفيكيشن لللوت سايد. ببتدي برضو نفسك كلام. اللوت سايد واحد في اللي اتنين. في في النوعين. بس انا عايز اعرف انهي بيننا اللي بتاخد من البطارية. وانهي بيننا اللي بتودي على اللوت. تمام? شايف الرسمة دي اهي. ده اللوت سايد. في بيننا اتناشر فولت من البطارية على طول. وفي بيننا رايحة لللوت. واللوت ده بيبقى فيه اخره جراوند او ارضي. تمام? حلو اوي. ببتدي اتحرك بالافو متر بتاعي. نفس الكلام. لقيت اتناشر فولت. انا عارف ان الاتنين ده اللوت. ببتدي اقيس هنا او هنا. جميل? لقيت على بيننا فيهم اتناشر فولت. يبقى هي دي البنة اللي اتاخد من البطارية. طب يبقى كده تلقائي يعني وبمنتقى يعني بديهيا. يبقى البنة التانية هي دي اللي بتودي على اللوت. يعني الرلي ده. تمام? لما يركب البنة دي بتدخل في علبة الفيوزات. وعلبة الفيوزات بيطلع منها سلك. والسلك ده بيتمد بيروح لحد المروحة. ويديها الاوتبوت والمخرج ويشغل المروحة. لما اديها اتناشر ويديها الارض بتاعها اللي هو ثابت مثلا مع الشاسي. لو التصميم بتاعها ثابت مع الشاسي. جميل? عملت ايدنتفيكيشن كامل السيركت زي الباشا. تمام? ابتدي بقى شخص. عندي المروحة مش شغالة ابتدى شخص. بس قبل ما شخص ونبتدي نعمل انا وانت مسكلة تعالى اقول لك ما هو الفولت المتوقع على كل بيننا والفولت الصحيح على كل بيننا والريلي راكب والريلي اه مش راكب. تمام? اشتركوا في القناة